موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود رغم إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أول أمس الاثنين أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية سوف تتم في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من يناير الجاري إلا أن كثيرين لا زالوا يشككون في ذلك مستندين إلى معطيات كثيرة من أهمها عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ضبط الموقف والفوضى الأمنية العارمة في كثير من مناطق السلطة الفلسطينية والخلافات داخل حركة فتح بينما يسمى بالحرس القديم والحرس الجديد ومجموعات الضغط داخل حركة فتح التي تسعى لتأجيل الانتخابات وعوامل أخرى كثيرة وفي هذه الحلقة نحاول الوقوف على طبيعة المشهد الفلسطيني من قرب وذلك في حوار مباشر مع اللواء جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ولد جبريل الرجوب في بلدة دورا قضاء الخليل عام 1953 لأسرة فلسطينية عريقة اعتقله الإسرائيليون ست مرات الأولى كانت عام 68 وكان عمره أنذاك 15 عاما وفي المرة الثالثة اعتقله بتهمة إلقاء قنبلة يدوية على سيارة عسكرية إسرائيلية وحكم عليه بالسجن المؤبد حيث قضى 17 عاما في سجون إسرائيل وأفرج عنه في عملية التبادل الشهيرة التي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بين أسرى فلسطينيين وجنود إسرائيليين عام 85 وقد نجح الرجوب خلال فترة وجوده في السجن من إتقان اللغتين الإنجليزية والعبريات بطلاقة تم ترحيله إلى لبنان عام 88 حيث انتقل بعدها إلى تونس وسرعان ما أصبح أحد المقربين إلى ياسر عرفات عاد معه إلى الضفة بعد توقيع اتفاق أسلو وأصبح مسؤولا عن الأمن الوقائي في الضفة والرجل القوي هناك بعد معركة حامية ضد القوات الإسرائيلية في إبريل من العام 2002 اتهم الرجوب بعدها بتسليم ستة مقاتلين من حماس للإسرائيليين أقله الرئيس السابق ياسر عرفات إلا أن الرجوب عاد في السادس والعشرين من أغسطس في العام 2003 كمستشار للأمن القومي الفلسطيني وأصبح بعدها أحد الذين يلعبون دورا رئيسيا في صناعة القرار في فلسطين وفي شهر ديسمبر من العام 2005 قاد تمردا داخل حركة فتح بما أطلق عليه قائمة المستقبل لكنه عاد وتفاهم مع يسمى بالحرسي القديم في الحركة واتفقوا على قائمة موحدة ولمشاهدين الرغمين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر اتباعا على الشاشة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljezira.net وأعتذر إليكم عن رضاءة صوتي من المصدر أيمن حنجرتي سياد تلوى مرحبا بك أهلا الجنرال المتمرد كما وصفتك بعض الصحف قائد ما يثم بالانقلاب داخل حركة فتح ما الذي حولتها من كادر منضبط داخل فتح إلى قائد لقائمة التمرد أو قائمة المستقبل كما يطلق عليه يعني أولا هذا كلام غير صحيح وغير دقيق وغير أمين في هناك حراك فتحاوي وفي هناك إشكالات في حركة فتح ولكن هذه الإشكالات لم ولن ترتقي إلى درجة التمرد أو الانشقاء ما طبيعة هذه الإشكالات؟ يعني في هناك صراع داخل الحركة بين من ومن؟ بين السوء والخير يعني بين الخير والشر من يمثل الخير ومن يمثل الشر؟ اللي بمثل الخير هو ناس من الحرس القديم والحرس الجديد ولي بمثل الشر ناس من الحرس القديم والحرس الجديد يعني هذا الموضوع مش حكر ما معيار الخير والشر الذي تقصده؟ أنا بتقديري الاقتراب من المفاهيم الحركة ومنطلقاتها هي اللي شكلت كل الوقت أداة قياس لعلاقتنا مع بعض كل شرح يمكن أن يقول هذا رح يليس العرفات ترك فراغ في القيادة الاستحقاق للانتخابات والوحدة الوطنية ومشاركة كل القوى السياسية برأي كانت تقتضي أن يكون هناك وقفة قيمية داخل الحركة لأن هذه ثورة جديدة انطلاق جديدة 25 واحد رح تكون لا تقل أهميتها عن 1 واحد 65 فمن هنا احنا كان رأينا أنه لابد من وقفة دقيقة من جانب فتح من قمتها إلى قاعدتها لضمان أن تكون مشاركتنا بحجم تحدينا مشاركتنا بحجم مسؤولياتنا المستقبلية لضمان أن يكون هناك نصاب لصالح الحركة وأغلبية لصالح الحركة لأنه احنا بنعتقد ونؤمن بأن حركة فتح مازال ضرورة ومصلعة وحركة فتح هي اللي ممكن أن تشكل أساس لضمان وحماية مشروعنا الوطني أنا بعتقد هذا الاجتهاد هو في مكانه والكل الآن أصبح يدرك ما معنى وحدة فتح خلف قائمي ومرشحين أقوي قادرين على الكسب في الانتخابات لكن الصراع لم ينتهي ولن ينتهي ولكن هذا الصراع يأتي من موقع الالتزام بوحدة الأطر ووحدة القيادة وإحنا فيه نقولنا هل هذه شعرات الآخرون لا 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 بالعكس إحنا التزامنا فيه لما اللجنة المركزية قررت ونتقرر اللجنة المركزية قررت اللجنة المركزية توحيد القائمتين توحدت ولكن يبدو أن هذه الوحدة إلى الخمس والعشرين من يناير لا هذه وحدة أبدية بالعكس إحنا لو أنه هل يمكن أن يتحدى الخير والشر؟ لا لا هي الصراع بده ظلم ما هو فيش أصلا بالعكس وكان أنت عندك هنا فيه ناس خيرين هنا فيه ناس خيرين لأنه فيه ناس كانت تدفع باتجاه الشقاق وفيه ناس يعني زي التوامل لمصلحة من هؤلاء كانوا يدفعهم؟ أنا بعتقد وفق أجندات شخصية لأنه فيش واحد يدفع حركة للانشقاق يكون عنده حد أدنى من الشعور بالمسؤولية يعني ما قلته أنت جينرارات متواجد ما هي الفوائد التي تعود علي؟ أنا بعتقد أنه فيه ناس عندهم كراسي مسؤولية القيادة واللجنة المركزية والمجلس الثوري مسألة غير خاضعة للنقاش بالنسبة لنا كنا ولكن فيه هناك مجموعة من وراء اللجنة المركزية وفيه حينه هذا الكلام يعني لم يعد سرا هم اللي بتحملوا مسؤولية إعداد قائمة برأيي وبرأيي غالبية للقيادة وكوادر الحركة أنه ما كانتش بتعبر عن طموعنا وعن تطلعنا من يتزعمها؟ ياخي هاي مجموعة مش الموضوع أنه من يتزعمها إحنا احتجينا بصوت مرتفع وقلنا إحنا بنحتاج من أجل احترام المعايير التي أقرت وهذا ما حصل فيما بعد وأعتقد أنه الموضوع الوحدة وموضوع الوحدة الحركة ووحدة قيادتها هي من الأساسيات اللي إحنا تعملنا وسنستمر في التعامل حتى بعد 25 بالعكس إحنا أريحنا لو كان عندنا يعني أي نواية سيئة كان أريحنا نبقى علاقة يعني أنتو تعتبروا 25 واحد سيكون فرصة حتى لفتح قبل أنا أعتقد أنه هذا فرصة لحركة فتح وهي انطلاق جديد وعلى كل الفتحويون أن يلتفوا حول الحركة وأن يهبوا لنصرة الحركة كي تفوز الحركة في هذه الانتخابات هذه الانتخابات اللي تشكل كما قلت انعطافة حادي ولا تقل أهميتها عن انطلاقة الثورة اللي فجرت حركة فتح فتح ما زالت ضرورة قوة حركة فتح ما زالت هي الضمان لحماية مشروعنا الوطني التحرري وأيضا لتكريس النهج الديمقراطي وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أنه كل الفتحويين الآن مجندين خلف القائمة وخلف مرشعي فتح خلف من بالضبط نعم خلف من بالضبط بالمعنى الشخصي لا ليس بالمعنى الشخصي حركة هاي حركة يا رجل حركة عظيمة الحركة فيها انشقاق فيها صراع فيها خير وشر كما تقوى فيها طائفتين من الناس كل واحد يريد أو كل مجموعة تريد أن تجذبها إلى طرف وكل يدعي أنه على صور أولا 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 اسمح لي هذا كلام غير دقيق هذا كلامك أنت لا لا حركة فتح حركة عظيمة ألم تخل أنت هذا طبعا خير والشر حيستمر يعني من الإسلام والمسيحية في كل واحد فيه خير وفيه شر في هذا الآن بنتكلم في إطار فتح يا سيدي حركة فتح حركة قوية متماسكة وحركة فتح مش موجودة لم يظهر هذا في الأيام الماضية بأي معنى بمعنى الصراع الذي ظهر على السطح والذي لازال قائما إلى الآن رحيل ياسر عرفات رحيل ياسر عرفات واستشهاد ياسر عرفات ترك فراغ وترك إشكالية في الحركة وأعتقد حركة بحجم فتح وبعظمة فتح وبالأطر اللي بتقودها فتح إن كان في الداخل وفي الخارج وجود إشكالات مثل هيك لم تكن بالشيء الغير مألوف ولكن أنا بقول لك وحدة الحركة ولملمت وضع الحركة بهاي السرعة تعبر عن حرص الجميع على دور الحركة وعلى وحدة الحركة ما طبيعة الصفقة التي أبرمت بينكم؟ لم يكن هناك أي صفقة وأنا أتحدى أن يكون هناك حصل صفقة على أي شيء طيب اتفق الخير والشر كما تقول هل يمكن للخير والشر أن يتفق؟ يعني هل من حاول أن يخطف شرقية الحركة ويعمل قائمة ما لهاش علاقة بالمعايير؟ أخطأ ولكن فيما بعد إحنا قلنا لكن هناك من دخل من هذه القائمة في القائمة الموحدة تم التمازج وكل الناس عطلين؟ مش صحيح يعني معنى ذلك أن كل من في القائمة يا سيدي أرجوك أرجوك الله تقول أمرك وضعت معايير أنا عندي تفاصيل الصفقة إذا ما قلتش عليها أقولها أنا بتقدر تقول لأنه لا يوجد هناك صفقة وإحنا لا يمكن إحنا جنود في حركة بنحترم قيادتها إحنا قلنا لتتخذ اللجل المركزي قرار واتخذت قرار احترام المعايير اللي أقرت وإحنا أول ناس طلب مننا نترشح في الدوائر وترشحنا في الدوائر هذه ليست صفقة هذا إجراء تنظيمي اتفق عليه أصلاً الصفقة تقول أنه تم الاتفاق على تقديم وعود لك ولمحمد دحلان وصفريان أبو زيدا بأن يتم توزيركم في الحكومة القادمة مقابل وضع ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية في القائمة التي على رأسام روان البرغوت وهم أم الجهاد انتصر الوزير نبيل شعس حكم بالعاود يعني صدقني هذا كلام سخيف وأنا بقول لك أنا لا يمكن وإذا شفتني صرت وزير في الحكومة القادمة أنت ممكن مش تبقى وزير تبقى تبقى شوية اسمح ليس بسريش هذا كلام سخيف مستحيل لماذا يمكن أسمح أماذا لا تطمح إلى أن تكون رئيساً للسلطة أردوح أن تكون رئيساً للوزراء شك لك شك لأخر الطموح شيء الطموح يحتاج إلى تخطيط للتحقيق الطموح شيء وأن أدخل في صفقة مع حركتي ومع قيادتي شيء آخر لا صفقة مع الآخرين الذين الشق الثاني هو خياني لماذا إذن عملت قائمة المستقبل أولا أنا ما عملتش قائمة المستقبل مال مين اللي عمل أنا يعني ما بديش أبرر موقفي بس أنا بقول لك أنه قائمة المستقبل كانت احتجاج بصوت مرتفع وفي حينه أنا كنت موجود في العلاج وأنا ظهرت على الجزيرة الثاني يوم وقلت إحنا ملتزمين بما تقروا اللجنة المركزية هذه المشكلة الآن وراء ظهورنا نحن الآن نتطلع إلى المستقبل ما فيش هناك صفقة ولن يكون هناك صفقة أنا أتطلع أن أكون عضو في البرلمان عضو فاعل وأنا من حيث المبدأ يا سيد أحمد منصور ضد أن يكون أي برلماني وزير هذه قناعتي وأمل أن يكون هناك أغلبية في البرلمان القادم لمنع عضاء المجلس التشريعي من أنهم يكونوا وزراء لأن البرلمان يجب أن يكون له مهمات إلا علاقة بالتشريع إلا علاقة بالرقابة وأن لا يكون أي منهم وزيرا في الحكومة القادمة في 24 ديسمبر الماضي رئيس الوزراء أحمد قريع وروحي فتوح رئيس المجلس التشريع علانوا انسحابهم من قائمة حركة فتح الرسمية وقمت أنت بشن هجوم شديد على أحمد قريع رئيس الوزراء أبو العلاء واتهمته بأنه كان يقف عقب أمام توحيد القائمتين لإصراره على ترأس القائمة الموحدة هل هذا بداية كان بداية المفاصلة بين الحرص القديم أولا أنا أؤكد أنه ما فيش هناك مفاصلة ولن يكون هناك أي خروج تحت بند الجين شنيت هجوم شديد على أحمد قريع أكثر من مرح أنا قلت في حينه وما زلت بأقول أنه فيه هناك بعض الإخوة أخطأوا في أنهم دخلوا على قائمة الوطن في حركة فتح وهم شخصيات مركزية هذا لا يعني أنهم سيئين ولا يعني أنهم فيش عندهم فرص بالدوائر لأنه إحنا توافقنا وكان هناك قرار في المجلس الثوري أن هؤلاء الأخوة يتنافسوا من خلال الدوائر وليس من خلال قائمة الوطن على أساس أنه يأقصر الطرق والأخ أبو علاء أحدهم ولكن الأخ أبو علاء وروحي وآخرين كانوا مترددين في موضوع الانتخابات فيما بعد وهذا موضوع له علاقة بالقدس كما قالوا وأنا بافترض أنه جزء كبير من حركة فتح تردد مش الأخ أبو علاء لوحده في موضوع القدس إلى أن حسم وتوحد الجميع وأعتقد أن الأخ أبو مازن قبل يومين حسم هذا الموضوع والانتخابات ستجري في 25 موضوع لكن هؤلاء شكلوا مجموعة ضغط وذهبوا إلى أبو علاء في يوم السبت الماضي في محاولة كانت ربما الأبرز للمطالبة بتأجيل الانتخابات كان أحمد قريع عبا الزكي هاني الحسن وزير الإسكان محمد الشابة وسعوا للضغط على أبو علاء لماذا تخاف حركة فتح منك؟ أولا محمد اشتي هذا هو له لجنة مركزية ولهما الاستوري وهذا لك أعضاء لجنة مركزية ومن حقهم وهذه ظاهرة صحية أنهم يطرحوا مخاوف والمخاوف كانت مرتبطة بالقدس وفتح لماذا القدس في 96 و2000 صواتت بنفس الطريقة التي ستصبح ولكن الإسرائيليين لقبل أيام وهذا موقف يجب أن يسجل لحركة فتح لقبل أيام الإسرائيليين لم يوافقوا قالوا لن نسمع هذا كان نوع من الابتزاز وقيل أنكم أنتم الذين طلبتم من الإسرائيليين ذلك لأنكم تخافون من الانتخابات وإفرازاتها التي ربما تطيح بكم وتجعل حماس يا الله يا سيد أحمد منصور إحنا لا بنخاف من حماس ولا بنخاف من حدا بتخافوا من مين ولا بنخاف من الله سبحانه وتعالى هذه إسطوانة وسيمفونية يجب أن تتوقف إذن لماذا تخافون كفتح من الانتخابات يا رجل إحنا قلنا لك بداش نعمل الانتخابات نحن ما نقرر إجراء الانتخابات لكن الآخرين خافوا يا سيدي لا لا اسمح لي أرجوك أنا بقول لك أنه في هناك ناس من حركة فتح كانوا مترددين لأسباب موضوعية وطنية ما لهاش علاقة بقضية حماس من اتخذ قرار الشراكي هو حركة فتح لجلدة المركزية بما فيها هؤلاء الناس متحدث عنهم ومجلس الثوري إحنا نرى في مشاركة حماس وغير حماس في هذا المجلس التشريعي مصلحة فتحوية ومصلحة وطنية من الدرجة الأولى وعلى هذا الأساس ولو يا سيدي إحنا كنا خايفين وقلقين لا استجبنا للضغوطات اللي ما تخلهم مش أرجو ادراك أن هذه الحركة بهذه القيادي هي من قاتل من أجل ضمان حق حماس في المشاركة لأنه هذه ضمان لمشروعنا أو لحمايتنا الوحدة الوطنية بالنسبة لأنها كفتحويين هي منهاج عمل ونحن لا نخشى حماس جزء من شعبنا أنتوا لا تستطيعوا حماس لن تأخذ أغلبية ولا بنفكر إحنا إيش نقصيها من نقصيها إحنا لا بنفكر لا نقصي حماس ولا نقصي جهاد ولا نقصي شعبية ولا نقصي أحد نحن أحوج ما نكون إلى وحدة وطنية هاي مدرسة فتح اللي ماهدت الطريق أمام هاي الممارسة وهذا النهج اللي راح يشارك فيه كل الناس وأنا متأكد لو غيرنا كان في السلطة ولو غيرنا كان عنده أغلبية بالمفاهيم اللي أنت بتحكي فيها الموجود لا أعتقد كانوا ممكن أن يسمعوا لفتح أو لغير فتح أن تشارك في 3 ديسمبر الماضي تظاهر عشرات المسلحين من كتائب شهداء الأقصى في منطقة الخليل ضد فوزك على القائمة بالمرتبة الأولى في الانتخابات الداخلية لفتح واتهموك بتزوير الانتخابات أنت ورجالك حيث كان أبو عليطة الذي أمضى في السجون الإسرائيلية 25 عاما كما يقولون هو الذي متصدر للقائمة وأنت صدرت بيان تتهم نبيل عمر أيضا بأنه أخذ يعني أولا أولا من تبنى أبو عليطة وكل أهل الخليل وأنا خليلي وأعتقد أنا معروف عند كل أهل الخليل من تبنى أبو عليطة وحمل أبو عليطة على أكتافه هو أنا وأنا اللي باعت أبو عليطة أن يكون رقم واحد في محافظة الخليل وهذه مسألة معروفة موضوع التزوير شوف هذا قمة الخياني والنذالي والخصي من من؟ أن يلجأ من أي واحد أن يلجأ إلى قضية التزوير وهذا كان موقفه كل المرشعين بعرفوه كان في هناك إشكالية أنه عندنا 103 مرشحين ما كانش في هناك معايير 103 مرشحين كانوا باعتقد أنهم لازم ينجحوا والجزء منهم بدهم يكونوا رقم واحد وأنا أعتقد بأنه كان في هناك رقابة والكل يدرك وإذا ثبت في يوم والأيام يعني تؤكد الانتخابات كانت نازيها في محافظة الخليل أنا أؤكد بأنه الانتخابات كانت نازيها بنسبة 100% وأتحدى واحد يقف ويطرح معطى واحد ولا يمكن أنا بقول لك لا يمكن لا مني ولا من من هو محسوب علي أن نلجأ لهذه الأسئلة أما موضوع تبع لي يا سيد كمان هذا الكلام قيل أنا أبدأ أقول لك شيء واحد أنا أولا كنت مدير جهاز أمن وأنا عندي قاعدة بيانات ونازال لك نفوه وعندي قاعدة بيانات صدقني أنا لا أسيء استخدام قاعدة البيانات ضد أي إنسان سواء كان خصم سياسي أو ضد واحد يسيء لي أنا زلم أحترم نفسي أنا لا علاقة لي بهذا البيان ونبيل عمر يعرف بأنه لا علاقة لي في هذا البيان ولكن فيه هو أو غيره بدهم يحاولوا يسيء لي إنه والله جبري يصدر بيان أنا أتحدى إذا في حياتي كلها وافقت على إصدار بيان بحق فلسطيني هذه بش أسليبي أنا تربيت في مدرسة فتحوية وفي عائلة محترمة لا يمكن أن ألجأ إلى هذه الأسليب الخسيسي ومثل ما قلت لك إذا قصة قصة معلومات أنا والله عندي قاعدة بيانات هذه الأوصاف من الخصة والندلة وغيرها فيما يتعلق بالتزوير هل يمكن أن تنطبق أيضا على الانتخابات القادمة وإنكالية في التزوير يا رجل اسمع مني ما هي الضمانات لعدم تزوير الضمانات يا رجل إحنا الضمانات إنه إحنا بنطالب برقابة يا رجل إحنا صارت انتخابات في جنين وفي نابلس وجماعة حماس فازو وإحنا اللي كنا نراقب وإحنا اللي نفرز تخبات الملدية تقصد طبعا ومع كل ذلك إحنا احترمنا العملية الديمقراطية وأنا بقول لك إحنا تعليماتنا لكل كادرنا التنظيم الانتخابات يجب أن تجري في موعدها وبشفافية والانتخابات يا سيد العزيز نسعى إلى إقناع شعبنا للمشاركة فيها لأنه هاي رسالة وطنية ومنعتبرها واجب وطني طبعا إحنا نتطلع إلى أن تفوز حركة فتح وأنا متأكد بأن حركة فتح ستفوز لأن حركة فتح ما زالت ضرورة ومصلحة لكل الشعب الفلسطيني ستكون الانتخابات شفافة وسيكون هناك نزهة والضمان هو هاي الحركة العظيمة العملاقة اللي أصرت على أن الحركة العظيمة العملاقة بتمر بمرحلة حرسمة في تاريخها كما قلت أنت رجل طبعا اسمع مني المؤامرات اللي اتعرضت إلى حركة فتح من واحد واحد خمس وستين ومع كل ذلك هذه الحركة ما زالت قوية وقادر أن تقود الشعب الفلسطيني تؤكد على عملاقتها الحركة وعظمتها الحركة اللي راح تفوز شعرات سيظهر مداها في خمس وعشرين واحد المثل بقول المي معنا ذلك أننا سنشاهد بناء جديد قيادي لحركة فتح لا لا بتشوف أولا مشكلة فتح ستحل في المؤتمر وأنا آمل أن يكون مؤتمر خلال الشهور الأربع والخمس القادمي ولكن سيكون هناك بناء وصيغة وطنية بالمعنى التنظيمي في المنظمة وفي الحكومة وفي المجلس التشريعي سيشارك فيها الجميع ونحن نتطلع إلى حكومة وطنية عريضة يشارك فيها كل القوى السياسية ويكونوا أعضاءها ذو خبرة وذو مصداقية إقليمية دولية قادرين على فك العزلة عن الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة هذا قرارنا وهي قناعتنا آخر استطلاعات الرأي أشارت أن فتح ومؤيديها المستقلين سوف يحصلون على خمسين في المائة من المقاعد بينما ستحصل حماس على أربعين في المائة وباخ القوى على عشر في المائة ما تقديرك أنه؟ أنا متأكد بأنه فتح راح تتفوز بأكثر من واحد وخمسين في المائة ولا نتطلع لأكثر من أكثر كنت عملية اكتساح تمت في الضفة الغربية في المرحلة الرابعة للانتخابات البلدية تراجعت فيها فتح مش صحيح أنا أبدأ أقول لك أنت بدك تشوف اللي بدك إياه الانتخابات صارت مش اللي بد إياه هذا كلام المراقبين والنتائج الأخيرة التي تطلعها السعيات في الانتخابات حماس فازت في بعض المواقع وإحنا فزنا في مواقع أخرى في الجامعات حماس فازت في مواقع ونحن فزنا في مواقع أخرى الانتخابات في 25 واحد ستوضح ما هي النتائج وما هي موازن قوة نحن في فتح توقعاتك الموازنة نحن بدناش أكثر من 51% طبعا نحن بدناش أكثر من 51% ونحن راح نحصل لأن الشارع الفلسطيني المواطن الفلسطيني بيعرف أن هاي الحركة اللي فجرت تهي الثورة هاي الحركة اللي عادت الكرام إلى العرب بعد 67 في معركة الكرامة وانتزعت القضية الفلسطينية من أدراج الوصاية عند الأنظمة العربية وهاي الحركة اللي خادت معركة إقرار العالم بحقنا في تقرير مصيرنا واستقلالية القرارة الفلسطينية وفجرنا الانتفاضة الأولى وفجرنا الانتفاضة الثانية وعملنا سلطة انتخذت الدنيا كلها وكأنه لا يوجد أحد غير لكن هنا سؤال هنا مهم حول النسم هنا في مصر حينما أجريت الانتخابات كان الحزب الوطني يقول نحن نريد الثلثين ولم يسمح لأحد أن يفوذ بأكثر من الثلث بالكل المجتمع وفاز انتوا الآن تقول 51 في المئة معنى ذلك أنكم لن تسمحوا بأي نسبة تتجاوز 49 في المئة من الأخرين أولا هذا ظلم وتجني أنا قلت لك نتطلع الانتخابات راح يكون فيها مراقبين من كل العالم هل ستقبلوا بالنتيجة أي أن كان وضعها طبعا بالنسبة نقبل هل تتعهدون بعدم تزوير النتيجة يا رجل ليس يبك من الموضوع التزوير امنا سجد هذا من رأسك كيف حقته من رأسي وهو سمة رئيسية في الانتخابات التي تتم والناس كلها شاهدت على شاشة التلفز ما حدث في مصر أولا في فلسطين الكل تحت الشاشة ده الدنيا كلها كالتحت الشاشة في كل مكان يخي بدي اسألك سؤال أولا الاقتراع بدي يصير بوجود مراقبين للجميع ماهو كانوا هنا برضو بروحوا كل حد في مراقبين للجميع في مراقبين دوليين والعالم كلها تصفحة مقرؤة واذا بدي يكون في هناك تزوير ما حدا بقدر يخفيه وانا بقول لك انه قرارنا في حركة فتح اجراء انتخابات بشفافية وبنزاهة وسنحترم نتائجها الديمقراطية هي منهاج عملنا نمارسها ونحترم قواعدها اثناء العملية الانتخابية وبعد العملية الانتخابية وانا اثق بان الشعب الفلسطيني ما زال يرى في حركة فتح بأفقها برؤياها بمبادئها بمنطلقاتها مصلحة وضرورة وسيجدد الثقة بهاي الحركة اللي قادها ياسر عرفات واستشهد على مذبح الثوابت الوطنية محمود الزهار احد زعماء حماس قال في تصرحات مشرت في الاول من هناير ان مرشحه حركة فتح سوف يحصلون على صفر في الانتخابات التشريعية يعني اذا قال كلام زي هيك هذا كلام معيب هو برأيي لا يليق بزعيم سياسي ان يتفوه عن حركة زي حركة فتح بهذه اللغة اللي تفتقر للحد الادنى من الشعور بالمسئولية تجاه برنامج الوحدة الوطنية حركة فتح لا يقال عن هذا الكلام من حق ان يقول مش من حق ان يقول يجب ان يحترم نضالات الاخرين يجب ان يدرك وهذا يجب ان يستفز كل الفتحويين للرد عليه بتماسكهم بوحدتهم وبالتوجه يوم 25 واحد الى الانتخابات هناك تصريحات تصدر ايضا عن المسئولين عنكم وهذا نوع من الصراع النفسي والسياسي هذا صراع معيب انا لا يمكن اقبل عن واحد ان ينحدر الى مستوى ان يقول حماس صفر هذا عيب هاي حركة فتح الى تاريخها حركة فتح حتى هذه اللحظة احنا اكثر من 55% من الاسرة وعلى رأسه مروان البروثي وابو عليطة واعلاف المناظلين نشكل في السجون اكثر من 55% احنا اللي نصارنا 41 سنة ننادل يقال عنا بهذا الكلام انا لا اعتقد لا اعتقد واشك انه يكون الزهار كالكلام زيك واذا قالوا فهو مخطئ ولا يليق بنا ان نستمر في هذا التقاذف اللي لا يخدم احد احنا من موقع التزامنا بوحدة شعبنا وحدة قضيتنا وحدة قيادتنا قررنا ان يكون هناك الشراكي ولا نمنع على حماس او غير حماس ما هي رؤياتكم لمستقبل العلاقة مع حماس احنا بنعتبر ان حماس لاعب اساسي راح يكون ويجب ان يكون في النظام السياسي الفلسطيني احنا بنسعى الى اقامة جبهة وطنية عريضة يشارك فيها الجميع واحنا بنعمل ان اخوانا في حماس يكون في عندهم وضوح والغموض في برنامجهم السياسي انت ترى ان لديهم غموض انا بعتقد انه حتى الان الامور مش واضحة ما الوضوح الذي تريدونها انا بأمل انه التالي وهذا يجب ان يكون مهمة المجلس التشريع مش مهمة الان ان يكون هناك رؤية سياسية فلسطينية ببعدها النضالة تساعد هذه الحكومة القادمة والمنظمة لفك العزل وللحصول على الدعم والتأييد الاقليمي والعربي انا بعتقد انه التناغم مع المبادرة العربية ومع الجامعة العربية اول مرة الجامعة العربية بتقرر الية لحل الصراع العرب الاسرائيلي اللي فيه دولي وفيه حق تقرير مصير وفيه حق الشعب الفلسطيني في المقامة والنضال الحركة حماس بتحصل من خلال الناخب الفلسطيني على شرعية وطنية بس احنا وحماس بحاجة الى شرعية اقليمية دولية من خلال تناغمنا مع المبادرة العربية ومن خلال تناغمنا مع قرارات الشرعية الدولية انا امل ان يتحقق ذلك ويكون هناك حالة مختلفة ما توقعك للدور الذي يمكن ان تقوم بيه حماس الان بصفاتكم انتم في يدكم السلطة وانتم تشكلون الحكومة وحماس يمكن ان تشكل 40% حسب بعض التوقعات احنا لا يجو ددينا حساسية قداش توقض حماس وانا يعني بتمنى لهم كل خير انا بقول لك نحن نتطلع الى توحيد الخطاب السياسي النضال الفلسطيني لتمكين القيادة السياسية او النظام السياسي من اقناع الاسرة الدولية بعدها الاقليمي والدولي على استمرار الدعم وتيت انا بعتقد ان كثير من تكتيكاتنا النضالية الماضية اضرت بالقضية الفلسطينية شارون واول اللي بدي يخلف شارون ما عندهم افق سياسي وعلى هذا الاساس هو مستفيد من اي غموض في الموقع احنا بدنا دولي في حدود السبعة ستين شارون كان عنده مشروع سياسي واضح لا 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 شارون عنده مشروع واحد انه هو ينهي القضية الفلسطينية بحلول احدية الجانب شارون ما عنده افق سياسي وشارون هو المستفيد وانتم تغالي الفترة الماضية من 94 الى الان كنتم تطبقون ما يفرضه الاسرائيليون عليكم هذا بمفاهيمك انت كيف مفاهيمة انا هذه الموضوعات الواقعة يا رجل احنا لو بدنا نطبق اللي بده يا الامريكان والاسرائيليون ياسر عرفات ما قالش لا في البيت الابيض وكان احنا قبلنا بكثير من القضايا اعتقد هذا ظلم وهذا عيب احنا حافظنا على ثوابتنا وياسر عرفات قتل على مذبح الثوابت وعلى مذبح وحدة الشعب الفلسطيني ولا يقال عنه هل غير شارون سيكون له تأثير على الانتخابات؟ بلا شارون يعني مشكاة الناشط في حقوق الانسان ولا كان عضو في اللجل التنفيذي لموظم التحرير شارون عدو الشعب الفلسطيني وشارون هو مجرم وقاتل ومسؤول عن قتل العلاف من العرب والفلسطينيين في حدوانهم على أمتنا ولكن شارون إلى حد ما حاول يعمل حلوله أحدية الجانب في محاولة لإرضاء جهات دولية وليس لإرضاء لا الفلسطينيين ولا العرب انا بعتقد شارون ما كان ولن يكون عند اليمين الإسرائيلي أفق سياسي وهو سيراهن على تخبطنا وسيراهن على غموضنا وعلى هذا الاساس احنا بنعمل ان يكون هناك وضوح مننا جميعا احنا بدنا دولة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة وحل مشكلة اللاجين وفي قرارات الشرعية الدولية وهذه القرارات تشكل أساس وهذه القرارات وهذه الشرعية توفر لنا حق المقاومة في المناطق المحتلة ضد الاحتلال ضد كل رموز الاحتلال لإنهاء الاحتلال احنا بنعمل ان هذا يكون خطابنا السياسي وبنعمل ان اخوانا في حماس وفي غير حماس يطوروا موقفهم بهذا الاتجاه لانه هذا الاتجاه اللي من شأنه تعزيز أسباب صمود أهلنا وشعبنا هذا الاتجاه من شأنه توفير الدعم والتأييد إلنا إن كان في معدنا الإسلامي وإن كان في معدنا الدولي أنا لا أعتقد بأنه الأمير عبدالله اللي هو الآن ملك السعودية أنا لا أعتقد بأنه كان في حاجة لمبادرة كما طرحها والتي تتضمن التطبيع لو لم يكن لدي حرص على الدولة وعلى حل المشكلة الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقلة كعنصر استقرار في سياقة الإقليم والدولة وعلى الفلسطين أن يتعاطوا مع هذه المبادرة ويتعاطوا مع الشرعية الدولية بشعور بالمسؤولية لأنه المستفيد من استمرار القتل ومستفيد من استمرار الذبح ومستفيد من استمرار غياب الأفق السياسي هو اليمين الإسرائيلي الذي لا يوجد لديه استعداد لتلبية شروط الحد الأدنى لصالح الشعب الفلسطيني فحفاظنا على عمقنا وعلى تأييدنا الإقليمي والدولي مرتبط بخطابنا السياسي موقفنا السياسي وكمان احنا مش عندنا مشروع انتحار جميعا لا 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 انت بتعرف ان حركة فتح في شهر حركة فتح الآن بتمر بمأزق الان عملت تكلمني عن فتح اليوم بتكلمني عن فتح أمس عن فتح غدن التي غير معروفة هذه الحركة العظيمة العملاقة والتي راح تعتبر العظيمة العملاقة الآن بتمر بمرحلة يا سيدي والله ممكن تعطيني حركة سياسية في كل العالم ما بتمرش في أزمات سر قوة تاي الحركة هذه الأزمات حواجهنا انشقاقات وواجهنا مؤامرات وواجهنا اغتيالات أنت تمر بأزمة خاصة غير أزمة فتح أنا على الصعيد الشخصي؟ على الصعيد الشخصي ليه؟ هو أن شقيقك الأصغر نايف ليست أزمة أرجوك شقيقك الأصغر نايف هو أحد أبرز هذه أولا رموز حماس وهو مرشح ضدك في الانتخابات في نفس دائرتك أولا أولا وهذه على الصعيد الشخصي تمثل أزمة ويقولون أن أسهمه أعلى من أسهمك يعني أولا أيضا ويمكن أن يفوز هو بالمرتبة الأولى عليك؟ أولا بالمعنى الشخصي هذه مفخرة لي وبالمعنى التنظيمي هذه قمة القيم الوطني الفلسطيني وقمة الديمقراطية بمفاهيمنا إحنا الفتحويين أنا وأخوي هو في حماس وأنا مقاتل في حركة فتح هو مش مقاتل هو في حماس لا 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 هو مقاتل في حماس وأضو في حركة حماس أنا بقول لك يعني بالعكس أنه هذه قمة الديمقراطية وهي ضمان أنه يا أخي مدام إخوي أنا أبدأ أتأمر على أخوي يعني حتى بالمعنى الشخصي بأعتقد أنه هذه مسألة كثير عظيمة وصدقني هذه رسالة شعورك أنت أخوك من الشخصي خلينا نكمل طب يا أخي تقمعنا أش أنت أمارس عليك شوية خامع من الذي أمارس لا أحد أمارس علي يا سيد العزيز أولا أخوي هو ينتمي للحركة السياسية وهي قضية السياسية ولكن إحنا أخوي إحنا نبارح تغدينا مع سوا وكلياتنا إخوي إحنا 13 واحد إخوي وأخوات وإلادنا وإلادنا بعضهم طبعا أنت توقعت أن يحدث هذا؟ طبعا نعم بالعكس الأخوة بناتنا الأخوة توقعت أنه يرشح ضدك في الانتخابات هو لم يرشح ضدي هو يرشح من جانب حركة حماس وأنا ترشح من جانب حماس هو عملية مرشح ضدك يا أخي ليش ضده؟ وليش أنا ضده؟ أنا ترشح لمصلحة الشعب الفلسطيني هو أيضا من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وفيه هناك عملية ديمقراطية وأنا أتمنى له لكل المرشحين المراقبون يقولون ولكن بس اسمع مني هذه لا تشكل أزمي ولا عقدي بالعكس هذه مفخرة لي شخصية وتنظيمية ووطنية ولكل أهل جبل الخليل وأنا أقول لك أنه حتى تعاطي الناس مع هذه العملية يأتي من موقع شعورهم بأنه هذه ضمانات وطنية ولا علاقة لها بالقرابة ولا بالأخوة والأخوة تبقى أخوة وكما قلت لك وأنا أخوه الأكبر منه هسا هو أخذ أكثر منه ألم تتفاوض معه حتى يتنزل؟ تحيل لا تتفاوض معرضت عليه هذا إحنا تتفاوض معهم من شان يجوا يا رجل إحنا بدنا حماس يجي على المجلس التشريعي بس ما هوك رشح ضدك لا بالعكس لا 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 أولا هذا مش ضدي وهذا يعني أنا بعتبره يعني تجني على الحقيقة وعلى الواقع يقولون أن أسمه أعلى منك وصحيح لا يعيبني يا رجل من جانب ولا من جانب ما هي معركة ديمقراطية بغدنا نخوضها ممكن وعد حماس يأخذ أكثر مني ممكن أنا أخذ أكثر منه هذه ظاهرة في البيوت الفلسطينية أن يكون الأخ من حماس والآخر من فتح أخوانك الاثنين كانوا معتقلين لدى الإساني أخوانك الاثنين من الحماس لا لا واحد فيهم بدأ في فتح وبعدها غير صار حماس ولكن هم اثنين توأم وهم اثنين الآن في حماس وإحنا ثلاث عشر واحد وإن أولاد وإن بعض نائلهم أحفاد وأنا بقول لك هذه مسألة عادية وطبيعية وهذه موجودة في معظم البيوت الفلسطينية وكما قلت لك هذه أحد الضمانات لصالح مشروعنا الوطني وهذه ظاهرة صحية ظاهرة طبيعية وعلاقاتنا كانت وستبقى من موقع التزامنا تجاه قضيتنا وليس تجاه أي مسألة أخرى مظاهر الفوضى الأمنية أصبحت تملأ الساحة الفلسطينية الآن لا سيما من حركة فتح نفسها الجهاز المسلح لها أطلق الرصاص على جنود مصريين يوم الأربعاء الماضي قتل وجرح العشرات منهم إلى أين يمكن أن تصل هذه الفوضى يحلى أسمع الإجابة بعد فاصل قصير نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار فابقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة ضيفنا اللواء جبريل رجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني عضو المجلس الثوري لحركة فتح إلى متى هذه الفوضى التي تضرب الساحة الفلسطينية يعني بلا شك أنه فيه هناك فوضى وفيه فلتان وفيه غياب للأمن وهذه مظاهر أعتقد بأن حلها بقناعة سيكون من خلال هذه الانتخابات اللي رح تفرز مجلس تشريعي يحظى بثقة وتأييد غالبية الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يترتب عن هذا العمل إلا حكومة قادرة على مواجهة حالة الفوضى من يتحمل مصري ليس حركة فتح وأنا بقول لك في كثير من الأسماء التقال والمظاهر لا علاقة للحركة فيها والأهم من كل ذلك فيما حصل مع الجنود المصريين هو عمل معيب وأعتقد بأن هذا أثار حفيظة كل الفلسطينيين مصر بتاريخها مصر بموقفها مصر بتضحياتها من أجل فلسطين أن يطلق النار على جنودهم برأيي هذا كان كارثي علينا وعلى قضيتنا ولو لم تتحل القيادة المصريين وعلى رئيس الرئيس مبارك بأعلى درجات المسئولية ممكن كان تنعكس على العلاقة وعلى موقف وعلى جهد وعلى تضحيات وعلى ما تقدم مصر لفلسطين ولكن مصر كانت وستبقى عظيمة وتم تجاوز هذا العمل المشين واللي برأيي كل الفلسطينيين من أقصى يمينهم إلى أقصى يسارهم لا يوافق عليه أنا آمل أن تشكل هذه الانتخابات نقطة بداية نقطة انطلاق جديدة باتجاه نظام باتجاه قانون باتجاه أمن باتجاه قوة فعل وحدة ووطني لإنجاز استقلالنا الوطني وحل كثير من الإشكالات بما في هذا الموضوع وموضوع السلاح وموضوع النظام والخطاب وإلى آخره من خلال هذا المفصل الأهم بعد انطلاق الثورات في سؤال أهم أو نقطة أهمة بتشغل بالي الكثيرين في 18 يوليو من العام 2003 كانت العلاقات بينك وبين محمد دحلان وكلكما كان على رأس جهاز الأمن الوقاية في غزة والضفة قبل ذلك كنتما كانت هناك قطيعة وخلاف شديد في ذلك الوقت بينكما صدوك يا حسقيلي عنات طال شير صحفيان إسرائيليان كتب تحليلا مطولا عن كما وعن حجم نفوذكما في كافة النواحي في الضفة وغزة وقال إن الرجوب ودحلان هم القوة الضاربة القادمة في الضفة وغزة وها أنتما تعودان بعد قطيعة وخلاف لتكون كما تنبأت يدعوت أحرنوت قبل أكثر من عامين ونصف ما طبيعة الصفقة ولا لقب يعني أولا أنا ما بعنينيش وبحلوا للإسرائيليين أنا كنت وما زلت ابن لحركي ومنضبط أنا كنت قائد جهاز أمن إذا بتحكي بالقوة وكان عندي قوة وأنا قائد جهاز أمن أنا الآن لم أعود ولن أعود للعمل في الأمن بالمطلق يعني موضوع الأمن أنا ألبست ثوب الأمني لم أستشر أنا فتح طلبت مني طلب مني ياسر عرفات وعملت وأعتقد لو كان في عندي أي مشروع لا زلت إلى الآن بنفوذك الواسع في الأمن واللواء نصر يوسف يشكو من نفوذ كثيرين في أجهزة الأمن وأنه ليس هناك سلطة يعني نصر يوسف اعترف في تقرير قدامه للحكومة الفلسطينية يوم الأحد الماضي أنه جهزة الأمن المكونة من ستين ألف عنصر لا تمتلك الحد الأدنى من مقاوة الحماية الواجب توفرها لصندق الاقتراع يوم 25 وقال أن الستين ألف دول بيخضعوا يعني أولا سمعني أنا مقرر مجلس الأمن القومي لحت اليوم وأنا مستشار الأمن القومي ولكن أنا بقول لك أنا طلقت الأمن ولن أعود إله وأنا لا أقبل لنعود إلى ما بينك وبينها دحلان أحيث أحكي لك عنه وأنا أعتحدى أنه واحد فلسطيني يقول أنه جبرين عمل ميليشيات أو عمل مراكز قوة هذه مسألة أنا قوتي من قوة حركة فتح أنا عملت بقرار من قيادة تايل حركي وما زلت ملتزم فأرجوك أنك تسقط شو بقوله الإسرائيليين لا مش هسقطهم ما عليش بتقدر إذلك ما هو يعني مش الموضوع يعني هقول لك حاجة هم يصفوا دحلان بأنه خلينا كمل لك أنت مش سألتني مش سألتني مش سألتني في إطاره نفسه خلينا أكمل لك فيما يخص الأخ محمد دحلان أولا أنا كنت أمين سر فتح في الضفة هو كان أمين سر لجنة فتح بغزة قبل أصله وفيما بعد كلفنا وعملنا جهاز أمن وأعتقد كانت علاقتنا فيها ود أنا في الحاضر وليس في التاريخ بتخططه لأيه بالغض حوص لك لنتيجة ما فيش حاجة بيقدر يخطط اليوم يقولون عنك ملك ستكون أنت ملك الضفة يا رجل أنا جندي سيبك من الملوك ما هم هم الجنود بيقولوا إحنا جنود عشان يبقى ملوك ما عليش اسمح ليه ما الذي يمنع يا سيد العزيز أنا طموحي أن تفوز حركة فتح أنا طموحي في أن تتوج حركة فتح أنا طموحي في أن تصان وحدتنا الوطنية بمشروع ببرنامج بيعملنا دولي يرجو أنا جعت 17 سنة في السيجن بدي عيش في دولي يوم واحد مش بدي أقول لو بدي أفكر كما تعتقد أنت لكن وصفه وضعه لك صورة بس خيري كمي له صورة كيف الصراحة أنا ودي حلال هو الأنيق المعطر بدك تسمع وأنت الجلاد الذي تقوده جيشا لا يعرف الضباب بدك تسمع أنا أقول لك شو قل لي ما الذي يجمعك بالأنيق المعطر وأنت يصف بأنك جلاد الواحد أنيق معطر يعني هو لازم الواحد لأ ما هو في المقابل بيصفونك أنت كان لأ أنت لبتصف هذا كنا مش طعب أنا ليش طعب أنا أسلك سؤال إسماعيل أنا لو هو نفسه دحلان قال لي مرة وكان غاضب جدا علي قال لي هاخدك أخلي جبريل الهجوبي علاق هذا بمزح معك هذا بدعبك يعني كان بيصفك أنت الذي تجلد وهو الذي أولا هذا بيكون إذا قل لك هو بدعبك لا كان غاضبا وأنا لا أعتقد تفضل إحنا اختلفنا مصبوط وهذا يعني في كل العالم من المسؤولين بالله يعطيني اثنين بالعالم كله ما اختلفوش ولكن نحن توافقنا اصطلحنا بقرار مركزي واللي أصلحنا الأخ أبو مازن وأبو علاء وروحي فتوح ولا في هناك صفقات ولن يكون هناك صفقات وأنتم الآن هتنقلب على كل دول أنا بقول لك مش صحيح أنت غلطان يا رجل أنت هذه الأفكار القائمة التي أعدتها أكلكما كنت إحنا احتجاج تنم عن عملية اتفاق بينكما حتى تقلب الآخرين وينتأل حرس القديم أنا بقول لك لن يكون هناك انقلاب ولا يمكن أن نكون جزء من حركة انقلابية أو انشقاقية في الحركة لسبب بسيط جدا عمر الانشقاق ما حمل بذور إيجابية احنا بنحقق نناظر من الداخل يعني بدأس لك سؤال بدك إيانا نعمل زي عبد الحليم خدام نروح نطلع في باريس نردح لبعض يا رجل احنا من التزمين لا نسمحل احنا من التزمين وبنحكي من موقع التزامنا بها القيادة وبها الحركة وبمصلحة الشعب بنحكي من الخليل ومن نابلس ومن غزة يعني نروح على باريس نردح زي عبد الحليم خدام مش معقول يعني اصلا هاي عظمتنا وهاي اللي يجب ان تفرض نفسها على الشارع العربي والاسلامي انه احنا بننتقد وبنفس الوقت احنا جنود لما صارت قائمة المستقبل قلنا لازم نكتوها القرار اخذت قرار التزمنا فيه وقدينا التحية وما زلنا انا طلبه مني اترشح اترشحت لو زي ما بتحكي انت بتقول انه من الناس وكذا الاخير بقى الاقل بصير عندي قلق بترشح هاي روحيتنا وهاي عمليتنا وهاي قناعتنا انه هيك احنا بنبني وطن يا رجل قل للصورة ايوم ستة عشرين نعم الصورة ما الصورة الجديدة الصورة الجديدة راح يكون هناك ثورة حقيقية وراح يكون في هناك وحدة وطنية وراح يكون كلياتنا من اقصى اليمين الى اقصى اليسار تحت قبة البرلمان وانا متأكد بانه سيتم تطوير الموقف السياسي والنضال لكل القوى السياسية باتجاه مشروع الدولة الفلسطينية مشروع تجسيد الاستقلال الفلسطيني وانا شخصيا مطمئن بان حركة فتح وهي الحركة بتاريخها بافقها بامكانياتها باهدافها ومبادئها ومنطلقاتها ستفوز في هذه الانتخابات وانا متأكد بانه مصلحة حماس ان تفوز حركة فتح بنصف سائد واحد لان حركة فتح هي الاقدر على حماية النهج الديمقراطي والعملية الديمقراطية وعلى حماية مسير التجسيد الاستقلال في دولة فلسطينية مستقلة لا مجال للمداخلات وانما لاسئلة سريعة وائل حزامن فلسطين فضل سؤالك سؤالك يا وائل سؤالي بالله محمد رحمة من تفضل سؤالك سؤالين للواء جبريل الرجوب تفضل سؤال واحد تفضل تصدرت العمل السياسي لفترة تزيد عم عشر سنوات السؤال الآن لماذا تخوض حركة فتح الانتخابات المشروع السياسي لحركة فتح أثبت فشله مشروع أوسله المشروع الاجتماعي أولا أنا بشكرك على هذا السؤال وهذا سؤال نظري وفي منطق ولكن من ناحية عملية إحنا يا سيد العزيز إحنا من ناضل ومن قاوم والمقاومة لم نسقطها ولن نسقطها من برنامجنا وإنت بتعرف أن مروان البرغوثي هو من شكل كتائب الأقصى بقرار من ياسر عرفات ومروان كان رئيس أركانة ومروان وأبو علي يطى هم عنوان قائمة حركة فتح وهذه رسالة إلا علاقة بالمقاومة وإلا علاقة بالنضال وإحنا ولا مرة اختلفنا مع حماس ومع غير حماس في مبدأ المقاومة وإحنا في كل اتفاقاتنا مع الإخوة في حماس ومع كل الفصائل نصر على أن المقاومة حق مشروع إحنا بنعتقد أنه في هناك تكتيكات نظلي وتحديدا بعد 11 سبتمبر كان يجب أن تتوقف هذا لا يعني أنه إحنا يعني من ممكن هذه المسألة أن تنتقص لا من موقفنا ولا من تاريخنا ولكن السلطة هي نظال والسلطة هي مقاومة وتثبيت السلطة إنت لازم تعرف يا سيد العزيز إحنا لما رجعنا من أوسلو وهذه اللي مش عاجبتك ومش عاجب ناس كثير أعيد إلى فلسطين عاد إلى فلسطين ربع مليون فلسطيني وعلى رأيسهم ياسر عرفات وإحنا حررنا قيادتنا السياسية من الجغرافية السياسية ومن كل عناصر الضغط الإقليمية وإحنا أصبحنا في مواجهة الاحتلال وقادنا ياسر عرفات في هذه المرحلة وياسر عرفات استشهد من أجل ذلك ومن أجل قيم وهذا خطأ أن تقولوا لا عن ياسر عرفات ولا عن هذه الحركة وبعدين ما في ناسيهم ممرشحين عمرهم ما حملوا سلاح ليش الحديث عن حركة فتح هل هذا بيعكس حقد هل هذا بيعكس هذا فقط الإسرائيليين آخر دقيقة ماذا تقول لحركة حماس أنا أقول لحركة حماس أنا أتمنى لكم أن تفوزوا في هذا المجلس بما طبعا تستحقون ونحن لا نمنع على ذلك وآمل أن يكون في اليوم الثاني لفوزكم خطاب سياسي نضالي يراعي الاعتبارات الإقليمية والدولية التي توفر للحكومة القادمة وليجب أن تكون حكومة وحدة وطنية توفر لها القدرة على إقناع الأسرة الدولية لخلق عناصر ضاقطة على الجانب الإسرائيلي لقيام الدولة الفلسطينية في حدود عام 67 وحل مشكلة اللاجئين في وفاق قرارات الشرعية الدولية هذه بداية التمدد الوطني الفلسطيني باتجاه الاستقلال باتجاه التحرر باتجاه الانعتاق وهذه بداية التقلص الاحتلالي الإسرائيلي العدواني على أمتنا العربية والإسلامية أنا آمل من الأخوة في حماس وأنا متيقن بأن الغالبية العظمى فيهم براغماتية واقعية تتطلع إلى تحقيق ذلك وأنا آمل أن ننضد جميعا هذه الرؤية الوحدوية وتكون الوحدة الوطنية والعمل الوطني الموحد منهاج عمل لنا ولكم باتجاه مجتمع ديمقراطي فيه قانون وفيه نظام وفيه قوانين وتشريعات تشكل أداة قياس لتعاطينا مع المواطن هيك اللي بيقضي على الفساد وهيك اللي بيقضي على التجاوزات وهذا ما يقضي على إلى الكامس والعشرين من يناير لنرى ما الذي يمكن أن تسفر عنه الانتخابة تسفر عن فوز حركة خاتح إن شاء الله ونرى ما الذي سوف تقعال ودخول الجميع شكرا جزيلا لك لواء جبريل الجوب من الصشر الأمن القوام الفلسطيني كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم واعتذر الذين بقوا على الهديث بسبب ديق الوقت في الختم نقول لكم تحياتي فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة في الأسبوع القادم نستمع إلى رأي حركة حماس هذا أحمد بنصور أحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة